السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع كل نظم الدرويش واليوم رجعنا في فيديو جديد فيديو اليوم عبارة عن استكمال لسلسلة أهم الأفعال لمستوى البي آينس مع أحرف الجر اليوم رح ناخد ثلاث أفعال جديدة وخلينا نروح على الكمبيوتر هلا عنا أول فعل اللي هو فارتين بيجي معه حرف الجر أوف وبيجو أطول أكوزاتيف فارتين يعني ينتظر فعل الانتظار أوف ما فينا نحن نترجمها ترجمة حرفية يعني ما بتجي بمعناها الأصلي فأنت لازم تحفظ مع الفارتين عطول بيجي أوف فخلينا ناخد نحن أول مثال إش فارتين أوف ديش؟ يعني أنا أنتظرك المثال التالي عننا يا ميني فاميليا فارتت أوف مش إن عائلتي تنتظروني أوف واني ما فينا نحن ترجمة مثل ما قلنا ترجمة حرفية أوف بيجي معنا على هلأ رح نشوف نحن شلوم نقدر نستخدم داراوف بالجملة وشلوم بيجي معناها هلأ عنا بالمثال نحن إش كومي ميت أحمد سوق؟ يعني أنا أعود مع أحمد داراوف زي فارتين هلأ هم ينتظرون الداراوف هون إش معناها؟ إجا معناها؟ هي بالدل على الجملة السابقة داراوف يعني ينتظرون عودته أنا وأحمد يعني ينتظرون أنه أجي أنا وأحمد فالداراوف هي اختصار للجملة اللي إجت قبل الزي فارتين هلأ كمان نحن هنا عنا طريقتين للسؤال استخدام هالفعل مع حرف الجر اللي قاله أول طريقة للسؤال عن الأشياء والطريقة الثانية للسؤال عن الأشخاص هلأ أنا حيطت هون هاي الجملة إش بين بي رايت؟ يعني أنا جاهز فوراوف فارتستو إنه إش هو أنت عبتنتظر؟ إش هو الشي اللي عبتنتظره؟ طبعا هاي بتجي يكي مع تعصيبة الجملة اللي بعده كمان شنال يعني ع السريع؟ فوراوف فارتستو نوخ إنه إش عبتنتظر كمان؟ يعني ع السريع خلصني هاي السؤال عن الأشياء أما للسؤال عن الأشخاص طالما هون إن إحنا عنا الفعل بياخد الفعل هذا مع حرف الجر بياخد أكوزاتيف فبيكون السؤال عليه بفين وبتحط قبله حرف الجر وبعدها بتكمل السؤال أوف فين فارتستو أوف فين فارتستو يعني مين الشخص اللي عبتنتظره؟ مين عبتنتظر؟ كبني آدم هاي من سؤال عليه للبني آدمين؟ كمان أنا حقيت الجملة هون كاني بروبلم فيا في السنقالي أو فين دو فارتست يعني ما في مشكلة نحن بنعرف كل آياتنا إنه انت مين عبتنتظر؟ هلأ خلصنا من أول فعل وحرف جر هلأ كما عنا فعل وحرف جر وكتير هام اللي هو زوخن أسيان الأن زوخن نخ وبيجو مبعض ذاتيف يعني يبحث عن هلأ نحن عنا أول مثال هون إش زوخن أخ أين رشو براخ شولي إنه أنا عب ببحث عن مدرسة لغات عنا المثال اللي بعده من فندت إن يادم من إدفاس ليبنس ويرتس فين من دناخ زوخت هلأ هون نحن رح نشوف إش بيجي معنا دناخون من فندت إن يادم من إدفاس ليبنس ويرتس يعني إنه الواحد بيقدر أو بيقدر يلاقي في شخص ما شيئا محبوبا يعني إدفاس ليبنس ويرتس شي بيحب يعني فين من دناخ زوخت إنه لما الواحد بيبحث عن هالشي الدناخون بتمثل الجملة اللي إجت قبله إنه فينه الواحد يلاقي شي محبوب بشخص ما يعني لما بتدور أنت بتلاقي شي محبوب بشخص ما هلأ كمان نحن هون بنقدر نسأل باستخدام هذا الفعل وحرف الجر كمان عن الأشياء وعن الأشخاص هلأ نحن عنا أول سؤال السؤال عن الأشياء باستخدام هذا الحرف الجر والفعل هاد أنه أنت شو هو الشي اللي بتدور عليه بشريك أحلامك هلأ كمان الطريقة الثانية للسؤال عن الأشخاص طالما نحن قلنا أنه الفعل بياخد الفعل طبعا مع الحرف الجر بياخد فنحن بنسأل عليه مو بيفين بيفين هلأ السؤال يعني عن من تبحث بالأساس أنت أنت مسلا عبتدور على شخص واحدة بسألك عن مين عبتدور بالأساس أنت هلأ عنا آخر فعل مع حرف جر الفعل اللي عنا ياهون يعني فعل أنفصالي النخ بتروح للأخير لآخر الجملة والدينكين بيضال في محلوب مثلا بالمركز الثاني بعد الفعل والحرف الجر اللي بيجي معه نخ دينكين أوبا يفكر فيه وبيجي هذا الفعل مع حرف الجر أكوزاتيف هلأ رح نشوف نحن الأمثلة اللي عنا ياهون عنا أول مثال إش دينكي أوبا داس بروبليم نخ أنه أنا عبفكر بهالمشكلة المثال الثاني اللي عنا ياه دينك بيتي أوبا داس بروبليم نخ أنه رجاء هنفكر لي بهالمشكلة رح نشوف نحن شلوم نقدر نستخدم داروبة وشلوم بيجي معناها حالة إش هابي أي بروبليم مت ماينر فرويندين أنه أنا عندي مشكلة مع صديقتي أنه أنا عبفكر داروبة بالمشكلة اللي مع صديقتي معنا داروبة هون بيعود على الجملة اللي إجت قبله أنه عبفكر في المشكلة اللي مع صديقتي هلا كمان نحن عنا طريقتين للسؤال باستخدام الفعل هاد مع حرف الجر اللي قاله أول طريقة هي للسؤال عن الأشياء أنه بشو أنت عبتفكر شو هو الشي اللي عبتفكر فيه كمان طريقة تانية للسؤال عن البني آدمين بمين عبتفكر بأي شخص عبتفكر هلا بنهاية الفيديو رح أستخدم الفعل ناخ دينكن بأحد المقولات الألمانية ريدن إست زيلبا فور هير ناخ دينكن إست جولد يعني الكلام من فضة لكن التفكير المسبق يكون ذهب كمان لقيت مقولة تانية لكن نفس معناها باللغة العربية ريدن إست زيلبا شفايجن إست جولد يعني الكلام من فضة لكن السكوت من ذهب وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى تستفادوا منه وإذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك في القناة وتحط لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل شي جديد وإن شاء الله بعد يومين رح نزل الجزء الرابع من سلسلة أهم الأفعال مع أحرف الجر لمستوى البي آيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر